كان قرار المحكمة قاسيا جدا رفعت الجلسة أخذت ابني وغادرت تاريكا طليقتي تسبح وسط دموعها المنهمرة مرحبا أنا المحقق ماهر أنا محمد سأحكي لكم قصتي مع طليقتي سمر كانت سمر يتيمة الأبوين تعيش عند عمها الذي كان يعنفها دائما وزوجته التي تعاملها كخادمة لها اقترحها لصديقي الذي كان جارا لهم محمد ألا تريد الزواج؟ بلى أنا أبحث عن بنت الحلال ولكني لم أجد المناسبة بعد عرف فتاة يتيمة ذات أخلاق سامية تزوجها ولكأجر فيها ذهبت لرؤيتها كانت في حالة مزرية آثار الكدمات ظاهرة على وجهها رفضت زوجة عمها أن تزوجها أنا كبيرة في السن من سيساعدني في أعمال البيت إذا تزوجت سمر؟ بعد شد ومد قبل عمها على مضات بشرط أن أسمح لها بأن تأتي ما تحتاجتها زوجته قبلت شرطه فقط كي أنقذ الفتاة من شري هذين الزوجين في أشهرية الأولى من الزواج لم تظهر على سمر بوادر السعادة والفرح طوال الوقت كانت حزينة ومنطوية على نفسها كانت تذهب لعمها متى طلبتها زوجته وتعود وهي في أسوأ حالاتها أوقفتها ذات يوم قائلا ذهابك إلى هناك ليس ضروريا إذا لم أذهب سيقتلونني أعلم ذلك قولي بأني أنا من يرفض عملك الشاق هذا تحدثت مع عمها عن زياراتها المتكررة وأن هذا يزعجني ستزوركم مرة في الشهر وافق على كلامي فقد أصبح لينا مع سمر بعد زواجها وخاصة أنني كنت أمنح بعض المال من حين لآخر ومع ذلك بقيت سمر مكتئبة سألتها سمر ألست ساعدة بزواجك بي؟ منذ وفاة والدايا لم تزوري الابتسامة وجهي عشت وحيدة وتعيسة في بيت عمي أصح على ضربه وشتمه وأنام على صراخ زوجته سأنسيك كلما مررت به حاولت تغيير نفسيتها عن طريق الخروج والتنزع زرنا بعض المعالم في بلدان العالى كانت مندهشة ومستغربة لكل ما حولها عادت للمنزل وقد تغيرت نظرتها للحياة قليلا ذات يوم كنت في العمال ولما عدت وجدت المنزل منقلبا رأسا على عقاب صرخت سمر أين أنت؟ ما الذي جرى لك؟ كانت جالسة في السرير تغطي بيديها رأسها اقتربت منها حبيبتي هل أنت بخير؟ لا أعلم ما حدث لي كنت في حالة قلق في كسرت كل شيء لا بأس لنزر طبيبا كي ترتاحي شخص الطبيب حالتها وقال زوجتك مصابة بحالة عصبية حادة أعطاها بعض العقاقير التي تهدئها مرأت الشهور وحالة سمر تزداد سوءا أخذت عطلة وتوقفت عن العمل لبرها كي أبقى بجانبها حاولت التخفيف عنها كي تتجاوز الأمر في تلك الفترة حملت بإبني ريان كان حملها صعبا بعد وضعها عادت لحالتها الأولى خفت على الرضيع فقد أهملته كثيرا أحيانا لا تردعه تتركه جائعا يصرخ وهي واجمة تنظر إليه في صمت أخذت عطلة أخرى وجلست مع ابني لأرعاه أرجعتها لنفس الطبيب كي يواصل معالجتها وقطعت علاقتها بعمها نهائيا أنتم السبب في وصولها إلى ما آلت إليه لن تعود إلى هنا أبدا كان اتفاقنا من البداية أن تأتي متى طلبناها إذا لم تتوقفوا عن أذيتها سأرفع دعوة قضائية ضدكم ولدي أدلة على الجرائم التي تقومان بها معها منذ ذلك اليوم لم تعد للعمل بمنزل عمها وخدمة زوجته أخيرا استقرت حالتها الصحية بعد عدة جلسات كبر ريان وأدخلته المدرسة استطعت أن أطمئن عليه الآن لكن راحتي لم تدم طويلة فكلما عدت للمنزل وجدته في حالة مزرية كانت سمر تمارس شتى أساليب العذاب على جسده الهيان ويحك إنه ابنك طفل بريء ماذا فعل لك حتى تفعلي به هذا؟ لم تجبني بل عادت لصمتها الموتاد لم أستطع التحمل أكثر سنوات وأنا أصارع من أجلها لكن سأفقد ابني إذا تركته معها لوحدهما أحضرت خادمة لتقوم برعايته وتحميه في غيابي كانت الخادمة في غاية الجمال واللطافة تقوم بخدمة الطفل وتحريص على سمر وشربها الدواء في معاده المحدد كان الوضع جد هادئا ومريحا منذ مجيء كاتيا الخادمة الرائعة أحسست بمشاعر جياشة انتجاهها وزاد حبي وتعلقي بها يوما بعد يوم لاحظت هي ذلك قالت كيف صبرت على زواج مثل هذا؟ إنها امرأة مسكينة وذاقت الويلات من أهلها وليس لها مكان تأوي إلي ألم تفكر في الانفصال عنها؟ أحيانا عندما تصد الأبواب في وجهي ألوم نفسي كيف ابتليت بامرأة مثلها لكن أصبر وأحتسب أجرحا مرت شهور إلى أن جاء اليوم الذي تقدمت فيه لكاتيا كاتيا أنا معجب بك وأريد الزواج أنا أيضا أبادلك نفس الشعور لكن لا أقبل أن أكون زوجة ثانية ماذا يعني هذا؟ طلقها لا أستطيع ليس لديها مأوى وهي أم لطفلي تستطيع كراء شقة لها وإبعادها عنك نهائيا فكرت مليا في طلبي كاتيا لكنني رفضت وأبعدت فكرة زواجي منها من رأسي عدت مرة من العمل وجدت سمر مرمية على الأرض مغمن عليها ناديت كاتيا أين أنت؟ أسرعي إلى هنا فتحت الغرفة وركضت نحوي تبكي حمد لله أنك أتيت في الوقت المناسب حملت ريان الذي كان بين ذي رعيها ماذا حدث؟ كانت تحاول قتل ريان؟ هذه المرأة مجنونة غريب سمر حالتها مستقرة منذ مدة كيف حدث هذا؟ أنا لا أخبرك عنها فقط كي لا أقلقك لكنها دائما ما تفعل أشياء غريبة في نفسها إنها مرأة خطيرة بعد إلحاح كاتيا قمت برفع دعوى طلاقي ضد سمر واصطعت أخذ حضانتي ريان بسبب حالتها الصحية بقيت كاتيا معي في المنزل كي ترعى ريان أما أنا فعدت للعمل وضميري يؤنبني بخصوص سمر ربما ظلمت المسكينة إنها يتيمة ولا أحد بجانبها الآن ألو محمد ريان اختفى توجهت للمدرسة وجدت كاتيا مع الحارس قالت للأسف بحثنا عنه في كل مكان ولم نجد إنها سمر توجهت للشقة التي قمت بكرائها لها طرقت الباق فما من مجيب كسرته ودخلت لم أجدها أيضا علمت حينها أنها الفاعلة والآن أيها المحقق كيف سنعرف مكانهما علينا الانطلاق من منزلك وزوجتك الثانية هل هناك تفاصيل تود ذكرها قبل أن ننطلق في البحث عنه نعم هناك تفاصيل بخصوص زوجتي الثانية ألو حسنا أنا قادم في الحال أغلقت الخط وقلت محمد هناك أمر طارع علي المغادرة انتظرني هنا لنكمل بقية التفاصيل اتصلوا بوالدته كي تأتي لتنقذه مرحبا أنا محمد بعد أن رويت لصديقي ماهر ما جرى لي مع طلقتي واختطافها لابني غادر المكتب لأمر طارع انتظرته على أحري من الجمر حتى عاد هيا يا محمد أخبرني أكثر كي نستطيع التحقيق في اختفاء ابنك أنت تذكر كاتيا الخادمة التي أحضرتها من أجل ريان بعد أن اختفى ريان ووالدته بقيت أصارع وحدتي وأندي بحظي أطلعت شرطة بالأمر كي يتم البحث عنه لكن دون جدوع وقفت كاتيا بجانبي لمواساتي وبعد مرور شهر واحد تزوجتها كان زواجي ساعدا في البداية ضحك ومرح سفر ومطاعل حتى أنستني في طليقتي وابني وعرفت معنى الزواج السعيد مع مرور الوقت أصبحت أشك في تصرفات كاتيا حين أعود من العمل أحيانا لا أجدها تخرج كثيرا لأماكن لا أعرفها تصرف الكثير من أموالي ومع ذلك لم أستطع إيقافها ألبي لها كل طلباتها كنت مفتونا بها بدأت مراقبتها عن كثاب لاحظت أنها كلما همت للنوم رشت عطرا على جسدها تضعه في الخزانة وتغلق عليه بالمفتاح لم تكن تضعه مع كافة مواد التجميل على طاولة الغرفة يوميا لديها نفس الروتي سألتها ذات يوم حبيبتي ما اسم العطر الذي تستعملينه؟ ها؟ لماذا تسأل؟ إنه عطر النسائي أريد أن أهديك إياه هدية للأسف هذه الماركة لا تبع هنا جدتي تحضرها لي عندما تسافر طلع ثمها وارتباكها جعلني أشك أكثر في أحد الأيام فتحت الخزانة اغتنمت الفرصة قلت كاتيا أحضري لي ماء فأنا عطشان حسنا سأتيك به في الحال غادرت الغرفة وقفست للخزانة حملت العطر وأفرغت القليل منه في قارورة صغيرة كانت في جيبي عدت لمكاني أحضرت الماء لكنها لم تلحظ شيئا في الغد رششت القليل منه عندما كنت في سيارتي مغادرا للعمال وأخذت ما تبقى لتحليله عند صديقي بائع العطور في العمل أحسست بشيء غريب الكل يضحك معي ويأتي يتحدث إلي حتى مديري الذي كنت أختلف معه كثيرا ذهبت لمكتبه أعطيه الملفات محمد كيف الحال؟ من مدة لم نلتقي نهض وسلم علي وأنا مندهش لتصرفات من حولي أعطي لمكتبي واتصل بصديقي الذي يعمل في العطور محمد من أين لك هذا العطر؟ أحضروه لهدية خيرا هل وجدت شيئا ما؟ هذا العطر لا يصنع هنا إنه عطر باهظ الثمن من الهند وهو يخلط بطلاسم وشعوذات ماذا؟ يعني هذا أنه سحر؟ نعم وكل من يرشه على نفسه يصبح محل إعجاب الغير ولا يرفضون له طلبان هكذا إذن شكرا يا صديقي على مساعدتك لي غادرت العمل ولم أتجه للمنزل بقيت أفكر وأسترجع في الأحداث ربما كاتيا هي السبب في اختفاء ابني وطليقتي ثم خطرت أنت على بالي وأتيت إليك مباشرة كي تحل لي هذا اللغس فأنا حقا في حيرة من أمري من دلك على هذه الخادمة يا محمد؟ أنا في الحقيقة تعرفت عليها أول مرة في مطعم فاخر أخذت السمر إلى هناك في بداية زواجنا كانت خاتية عمل هناك وباتجاهها لطاولتنا وقعت عيني عليها ولم تفارق مخيلتي منذ ذلك اليوم بعدها كنت أتردد كثيرا على ذلك المطاع وكنت أدعوها لتشاركني الأكل سألتني عن سمر فأخبرتها بأنها مسكينة ويتيمة وهذه البداية زواجنا تأسفت لحالها لماذا لا تأخذها إلى أماكن أخرى تزورها ربما يدحسن وضعها؟ فكرة جيدة لم أفكر فيها كانت كاتية تعطيني بعض النصائح بخصوص ذواجي في الكثير من الأحيان وبعد مجيء ريال تطوعت لرعايته دون مقابل غريب شخص يقداد على بقشيش المطاعم يعمل بدون مقابل لا أعلم كنت أراها شخصا لطيفا ورائعا في ذلك الوقت لكن الآن أنا لست مرتاحا لها بتاتا طيب ادعوني لزيارتك الليلة على العشاء كي أتعرف عليها أكثر على طاولة العشاء حضرت كاتية كلما لذى وطاب أنت لم تخبرني عن هذا صديقي من قبل في الحقيقة كنت مستفرا واليوم التقيت بمحمد وأخبرني عن حياته وماما الربيع أنا آسف لموت زوجتك المسكينة ماتت يتيمة ووحيدة لكنها لم تموت ما الذي ذهك ما؟ تلعفت كاتية ونهضت ها نسيت الماء سأذهب لإحضاره عند مغادرتها قال ماهر لي أرأيت وجدنا طرف الخيط شيء آخر تعالى لمكتبي غدا وأحضر الأدوية التي كانت تأخذها السمار في الغد توجهت لمكتبي ماهر قلت لم أجد أي شيء يخص طليقتي تخلصت كاتية من كل أغراضها المحتالة تخلصت من كل الأدلة ماذا عن الوصفة الطبية؟ كان الطبيب يقدم لنا الأدوية من جيبه كمساعدة ولهذا لم أحتج إلى وصفة طبية هم الدكتور على علاقة بالأمر إذن؟ آه تذكرت في الوقت الذي مرضت فيه سمار دلتني كاتي على دكتور أعصاب وقد أصرت على ذهابي إليه شكرا لإفادتي هذا دليل مهم للغاية لدي خطة بدأ المحقق ماهر بتنفيذ الخطة ذهب أولا إلى المستشفى وطلب من جمانا أن تحضر له كل ما يخص ذلك دكتور الذي كان يعالج سمار واكتشفت أن العديد من العمليات التي أجرها كانت نهاية أصحابها الوفا وتزوير أسباب الوفا ولهذا السبب تحركت الشرطة وألقت القبض على الدكتور وكاتيا ووضع في غرفتين منفصلتين لماذا أنا هنا؟ لأن الدكتور أترف أخيرا بأنك قتلت سمار تفاجأت ولم تنكر علاقتها به بل قالت كاذب هو من قام بذلك أترفي بكل شيء ليخفف عنك الحكم وإلا عقوبتك الإعدام الفوري كنت أعمل في مطعم من خلاله أستطيع مراقبة الزبائن رمقت زوجين جديدين لكن ظاهر أنهما غير سعيدين اقتربت منهما وقررت هدم عوشهما لأخذ مكان الزوجة ولأنهم كانوا بحاجة إلى ضحية أخرى من هم؟ عصابة سرقة الأعضاء واصلي طلبت من محمد أن يأخذ زوجته للاستجمام كي أستطيع اقتحام المنزل أخذت بعض أغراض السمر وعملت لها سحرا كي أتحكم فيها ثم طلبت من محمد أن يأخذها للدكتور أعصاب واقترحته لها قام الدكتور بإعطائها عقق قير تجعلها ترى خيالات ولا تعي ما تفعل جاء حملها صدفة ولم يكن في الحزبان فتخلوا عنها وقالوا ننتظر بعض الوقت لكنني حاولت طردها واستطعت ذلك بعد سنوات كنت أتظاهر بأنني آتني بطفل لكنني كنت أخرج للعمل وأتركه لحاله جلبت لهم عدة ضحايا وحينما طلبوا مني أن أحضر لهم ضحية أخرى وجدت أني لم أجهز لهم واحدة ولم يكن أمامي غير سمر وضعت خطة لاستدراجها لم أذهب لإحضار ريان من المدرسة فعاد لوحده وفي الطريق تم اختطافه اتصلوا بوالدته كي تأتي لتنقذه جاءت مسرعة قاموا بتكبيلها وسرقة أعضائها ولم يعد ابنها أيضا انتهت مهمتي هنا والدكتور هو من قام بقتلها كاتيا اعترفت بكل شيء وخفف عنها الحك تكلم أين الطفل ووالدته تم تخلص من جثتيهما توفي إثر نزع أعضائهما بكيت كثيرا لفقدان زوجتي وابني في مثل هذه الظروف وهكذا تم سجن الدكتور وكاتيا وحكم عليهم بالمؤطات لكن استطاعت العصابة تهريب الدكتور بعد عدة أشهر من سجنها ترجمة نانسي قنقر